السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أول تصريح من وزير الرياضة على أزمة قيد صفقات الزمالك علاقة الوزير أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة على أزمة قيد اللاعبين الجدد الخاصة بنادي الزمالك حيث اتحاد القرى المصري يمنع الزمالك من قيد لعبيه الجدد في فترة الانتقالات الشتوية بسبب ما قيل عن عدم تسويات الزمالك للمديونيات الخاصة بالجبلية حيث أكد أن الأزمة هي أزمة بين مؤسسة وبين نادي والأزمة أزمة من يدير وليس للوزير شأن بها والتحاد القرى له كافة الصلاحيات في التصرف كما أنه له الحق في أي قرار يتم اتخاذه ومن ينفع شكول شوية يتقال الوزير في مؤسسات في البلد وفي ناس هي المسؤولة عن إدارة هذه المؤسسات اتحاد القرى حر في أي قرار يتخذه ورابطة الأندية حرة في أي قرارات تتخذها وأي طرف يشعر بالظلم عليه سلك الطرق القانونية حتى الوصول للمحكمة الرياضية نحن على مسافة واحدة من الجميع وما عندناش اتجاه داخل نادي معين ترجمة نانسي قنقر